اشتركوا في القناة من الطلاق من الأطفال عم بيعانوا من هذا الاضطراب وعم بتترافق معهم هاي المشكلة حتى العمر كبير وحتى بعد البلوغ فالسيطرة على هاي المشكلة أساس لحتى نقدر نخفف لهم من الأعراض التغييرات اللي احنا عم ندخل فيها خصوصا بالصناعة الغذائية من وجود النكهات والأصباغ والدهنيات المشبعة وحتى السكريات العالية عم بتأثر كتير عنا على امتصاص عدة من الفيتامينات وهذه بتكون أساس بفترات صغيرة من العمر خصوصا بفترة الحمل بحيث إنه بينمو الطفل وإذا كانت الأم ما عندها كفاية من هذه الفيتامينات والمعادن الأساسية فبصير فيه تأخر في نمو الجزء أو الفصل أمامي للدماغ وربطه مع المنطقة المسؤولة عن الحركة والمسؤولة عن العواطف والمسؤولة عن الشعور فبالتالي بيصير في عنا ضعف في وجود الناقلات العصبية هاي فوجود الفيتامينات والمعادن هاي الأساسية اللي إحنا مناكلها إذا صار في عنا فيها نقص رح يأثر على نمو هذه المناطق فوجدت الدراسات إنه وجود نقص في مادة الزينك أو حتى الماغنيسيوم واليود والحديد هم من معادن أساسية بتساعدنا على نمو الدماغ وحتى وجود الروابط بيناتهم طبعا الزينك هو مادة موجودة بالبذور بشكل كتير كبير الماغنيسيوم كمان موجود بكمية كتير كبيرة بالمكسرات أما إذا إحنا اطلعنا على اليود فاليود مناطق وجوده قليلة وهو أكتر إشي مركز فيه بالملح وخصوصا إذا كان هذه مادة اليود مضافة للملح فححرصوا على وجود الملح المضاف إلى اليود كمان الحديد مصادره كتير كبيرة وإحنا صار عندنا معلومات كتير كبيرة وذكرناها حتى هاي بعدة من الأرتيكلز اللي كتبناها في مجلة نكهات عائلة وفاميلي فليبرز أما في مواد تانية بتساعد أكتر بزيادة امتصاصية هاي المواد من ضمنها مادة الكولين اللي هي موجودة في قلب البيض أو حتى بزيت كبد السمك وحتى موجودة كسبليمنتس ممكن إننا نحنا نلاقيها بالصيدليات فهي بتساعد بتصنيع ناقل عصبي أساسي اللي بيساعدنا على وجود التركيز والسيطرة على الحركة الاندفاعية بالنسبة للعضلات أما بالنسبة للأحماض الأمينية المتفرعة مثل مادة الفالين واللوسين والأيزيريسين إحنا منقدر نلاقيها مش فقط باللحوم كمان منقدر نلاقيها بالجيلاتين وبالسيدز وكمان بالمكسرات فإذا إحنا وجدنا هذه المواد بأكلنا بشكل كتير كبير رح نساعد طفلنا للحصول على نظام بيساعده بالسيطرة على الأعراض الخاصة بإضطراب الحركة وفقد التركيز كنت معكم أنا آي مراد ببرودكاست من وراء المايك وتابعوني في ببرودكاست تاني أو حتى بمقالاتي في مجلة نكهات عائلية وفاميلي فليبرز اشتركوا في القناة